الميليشيات الإيرانية تتجاوز مهمتها في سوريا فمن الحفاظ على الوجود الإيراني والعمل كمرتزقة للدفاع عن كرسي الأسد إلى التسبب بانفلات أمني في مناطق سيطرته فهل باتت تلك الميليشيات غير مكترثة بوجود الأسد والمحتل الروسي خاصة بعد أن أوقفت حافلات المهاجرين في حمص ضاربة بعرض الحائط سلطة أسد وروسيا رعاية الاتفاق عن تغول وانفلات ميليشيات إيران في سوريا سيكون محور نقاشنا الأول في المحور الثاني مراسلوا أوريانت نيوز الذين بقوا أوفياء لمهنتهم وبلدهم يرفضون صلحة ذل مع نظام الأسد وروسيا في القنيترة ويتوجهون إلى المناطق المحررة في الشمال السوري فما هي الظروف التي مروا بها أثناء رحلتهم وكيف تم استقبالهم من قبل زملائهم في المناطق المحررة حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجدداً تجاوزة الميليشيات الإيرانية في سوريا تجاوزات هذه الميليشيات تعددت وآخر هذه التجاوزات مقمت به من توقيف لحافلات المهجرين في حمص لمدة ست ساعة الأمر الذي رأهم مراقبون عدم اكتراث من قبلها للأسد وأيضاً لروسيا تفاصيل أوفع في التقرير التالي ونعود للحديث هذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها ميليشيات إيران الطائفية قوافل المهجرين قسراً إلى الشمال السوري لكنها الأكثر تحدياً للنظام وروسيا هذه الصور لعناصر تابعين للميليشيات الشيعية مكانها المتحلق الجنوبي قرب حمص وفي تفاصيلها احتجاز مهجري درعا والقنيطرة لأكثر من ست ساعات هذه الميليشيات تحاصر القافلة بشكل كامل فاطعو الطرق كما اسمهم نشطون ميدانيون يظهرون هنا بلباس يحملوا شعارة ميليشيات طائفية وهذه الصورة لسيارة تابعة لهم وعليها شعار حزب الله الإرهابي حجة الاعتراض المطالبة بجثف لقتل تلك الميليشيات بينما في الخفاء دوافع انتقامية من أهالي المناطق المحررة هنا في ريف اللاذقية ومنذ وقت قريب لوح شبحة الأسد لمهجري الغوطة الشرقية بالحذاء العسكري أو كما يقول ناشطون بأقصى ثقافة التعامل التي أوصلها إليهم حكم الأسد ذات السيناريو تكرر مع مهجري جنوب دمشق والحصيلة قتلى وجرح ضمن قوافل المهجرين إذن هي دويلات داخل الدولة بهذا الوصف اختزل مؤيدو الأسد قبل معارضيه حالة التغول الإيراني في سوريا والأمر لا يبدأ عند اعتراض قوافل المهجرين ولن ينتهي عندها إنما يمتد لسرقة قوافل أممية وعمليات خطف واغتيال كل ذلك يحدث أمام مرأة الروس الذين لم يستطيعوا كبح جماح تمرد الميليشيات الطائفية أو ربما يغضون الطرف عنه قبولا فيها أهلا بكم مجددا حول هذا الموضوع ينضم إلينا البحث السياسي من غازي عنتاب عبد الوهاب عاصي والكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان معنا من بيروت والكاتب الصحفي أحمد زكريا معنا من إسطنبول أهلا بكم جميعا أبدأ معك أستاذ توفيق هل فقد الأسد وأيضا روسيا السيطرة على ميليشيات حزب الله لتقوم بما قامت به تحياتي بداية إليك ولكل المشاهدين وإلى زميلي أيضا من غازي عنتاب ومن إسطنبول يعني أنا أعتقد بداية بأن هذا الذي يجري كان هنا أو هناك ومن كل الأطراف يندرج في سياق طبيعي في الحروب الأهلية التي يمكن أن تشهدها أي بلاد على الأطلاق وإذ أقول بأن هذا أمرا طبيعيا لا يعني بأن هذا هو الأمر الصواب هذه نقطة أولى أما النقطة الثانية بما يتعلق بالسيطرة أو بالنفوذ أو بالسيطرة على الأراضي السورية فأظن بأنه أيضا نحن نعيش الآن في حالة توارئ أقصد سوريا والسوريون أيضا وبالتالي فإنما يمكن أن يجري أيضا هنا أو هناك له علاقة بالظروف الطارئة والاستثنائية التي تشهدها البلاد أما من ناحية يعني تقريبا أو من ناحية أنه هل تستطيع الجيش السوري أو هل يستطيع الروس منع هذا التنظيم أو ذاك التنظيم من القيام بعمل معين فأظن بأنه هذا الأمر أيضا يخضع لحالات التوارئ والظروف الاستثنائية بصرف النظر عما يجري أعود وأكرر أيضا هذه المسألة لكن بصورة عامة يعني في الحروب أي حرب سيدتي يعني مهما كانت شعاراتها أخلاقية أي حرب هي غير أخلاقية على الإطلاق وبالتالي عندما يقتل الإنسان فمعنى ذلك أن نقتل المقدس وما تحت قتل الإنسان أعتقد بأنه يصبح النقاش ليس فقط بالعنوين المقدسة بل بالتفاصيل طيب أستاذ توفيق وضحت الفكرة ولكن سأعود لنقطة سياق طبيعي معك بهذا الموضوع انعكسنا هذه الحالة مع فصائل المعارضة إن كانت تواصلهم بهذه الطريقة ولكن سأنتقل إلى الأستاذ عبدالوهاب بداية هل تتفق مع ما جاء به الأستاذ توفيق بأنه ما جرى هو في سياق طبيعي وأيضا هذه السيطرة ونفوذ تأتي في سياق طبيعي بحكم الظرف العام والحالة العام التي تشهدها المنطقة أو البلد يعني إن خصصنا الحديث وقلنا أن ما قامت به الميليشيات الإيرانية والحجة التي تذرعت بها أنها تريد جثث لقتل لها محتجزين لدى فصائل الثوار في الجنوب السوري الذين سيتم تهجيرهم أو الذين تم تهجيرهم وما تبقى هي نفس الحجة التي استخدمتها حركة النجباء العراقية في 13 كانون الأول في عام 2016 حينما حصل تهجير حلب نفس الحجة تماما هم كانوا يريدون جثث لقتلهم من ثوار في حلب كانت هذه الحجة عبارة عن تمويه للعلام ليس أكثر لكن في الخلف يتعكس صراع أجنحة إيراني روسي في سوريا ما جرى في الجنوب يماثل الذي جرى في حلب حتى في هذا التفصيل هو يماثل ما الذي جرى هناك هناك احتجاج إيراني على روسيا والاتفاقيات التي تقوم بها لكن هذا السياق الطبيعي الذي تحدث عنه ضيفك الكريم يمكن أن نقول هنا أن عملية الاحتجاج الإيراني أمام الروس لن تصل إلى مواجهة الرغبات الروسية أو الصراع الميداني العنيف هناك محاولة لإرسال رسالة على سياق الاتفاق العام الذي جرى بين الإسرائيليين وبين الروس والولايات المتحدة الأمريكية من طرف آخر وبين أيضا الروس والأردنيين من طرف كطرف ثالث إيران تحاول أن توجه رسالة خصوصا وأنها تحدثت عبر علي شمخاني المسؤول في ملف الأمن القومي الإيراني أن إيران تدعم جهود روسيا لسيطرة النظام السوري على الجنوب السوري هذا حينما بدأت معركة الجنوب السوري إذن هناك موافقة إيرانية لكن لم يوجد خلاف على التفاصيل بين إيران وروسيا حول الملفات التي يجب أن تتخلى عليها روسيا مقابل خروج إيران من الجنوب لأن الخروج ليس إن صح التوصيف مجانيا هناك ملفات في المقابل يجب أن تقوم تمنحها روسيا لإيران أنا أعتقد أن هذا الصراع هو صراع أجنحة لا يصل إلى الصراع الميداني العنيف على الأرض هو حالة متكررة حصلت بنفس السياق مسبقا في 2016 حينما تم تهجير ثوار حلب من المدينة نعم أستاذ أحمد يرى الأستاذ عبد الوهاب بأنه صراع إيراني روسي هذا قطع الطريق كما اسموهم أهل القنيطرة قطع طرق الذين ظهروا من حزب الهلترة في أنه حالة من الصراع الإيراني الروسي بهذه الطريقة أم أنه حالة من فقدان السيطرة على كل هذه الميليشيات التي تعمل لصالح أسد في المنطقة وفي الطريق مساء الخير لك أستاذ أحلام بداية دعيني أعقب على ما حدث به ضيفك من بيروت وخاصة في موضوع أن هذا الأمر هو حالة طبيعية باقتصار طبعا بالحقيقة اللغة عاجزة عن وصف ما تقوم به تلك الميليشيات والعصابات والمرتزقة من عمليات إذلال وتنكيل بهؤلاء المدنيين ضعفاء المهجرين قصرا وعمليا هي من سعت الميليشيات الإيرانية وإيران ومن خلف تلك العصابات مرتزقتها لتهجير هؤلاء الناس المدنيين من مكان إقامتهم الأساسي بشكل قصري لذلك نرى بأن تلك الميليشيات الإيرانية ومن خلف قوات النظام وقوات الدفاع الوطني والشبيحة هذا عهدنا بهم يعني لا عهد ولا زمة ولا يتسلحون أو يلتزمون بمبادئ وقوانين الحرب لذلك فما جرى هو نتيجة طبيعية لمثل هؤلاء بعكس فصائل المعارضة وخاصة في حال كان هناك تهجير العملية الأخيرة موضوع تهجير أهالي الفوعة وكفرية من مدنيين ومقاتلين لم يعترضوهم ولم يكن هناك أي مشاكل بالعكس النظام ومن خلفه الميليشيات الإيرانية حتى هي من وضعت العصي في العجلات لإفشال أي اتفاق أو أي عملية سياسية أو أي محور اليوم نحن أمام على الرغم من العلاقة ما بين روسيا لو أردنا أن نوصفها وما بين إيران إن كانت علاقة منفعة في سوريا وعلاقة مصالح متبادلة إلا أنه بين الطرفين لا يوجد أي ارتياح هذا الأمر منذ بدء تواجدهم على الأرض السورية إن كان تدخل إيراني وإن كان التدخل الروسي لكن نريد أن نضيف أمر آخر اليوم إيران والميليشياتها في حالة حقن وفي حالة غضب داخلي لا تستطيع إظهاره إلا من خلال انتقام من أي مساعي تدخل فيها روسيا طرف إن كان على صحيح الاتفاق مع إسرائيل أو الاتفاق الأمريكي أو حتى الاتفاق مع تركيا تحاول دائما إفشال أي مخطط وتحاول على مبدأ الانتقام وتحاول أن تفرض نفسها بأن لاعب أساسي كما حصل وتم إدخالها في متمرات أستانا وجولات أستانا منذ البداية لو عدنا قليلا إلى منتصف الشهر الخامس من هذا العام هناك تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال لا أحد يجبر إيران على الهروج من سوريا هذا جاء رد على تصريحات المندوب الروسي الدائم أو المبعوث الروسي الدائم إلى سوريا بأنه يجب نقلا عن بوتين بأنه يجب انسحاب أو هناك ضرورة انسحاب جميع الميليشيات أو قوات الأجنبية من سوريا بما فيها الميليشيات الإيرانية وأيضا ميليشيات حزب الله اللبنانية إذن نحن اليوم أمام حالة الصراع وحالة انتقام داخلي ستظهر يبدو أن شهر العزل وشهر الغزل وكل التقارب ما بين روسيا وإيران بات يطفو على الصدح بأنه قريب من أن ينتهي خاصة بأنه روسيا ليس من مصلحتها أن تعارض إسرائيل والحديث والتقارب الأخير ما بين بوتين والنيتياهو أكبر دليل على هذا الأمر من أجل تقزيم وتحجيم دور إيران أضيفي لذلك قمة هلسينكي التي جرت قبل عدة أيام ما بين بوتين وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التركيز على موضوع أمن إسرائيل وإبعاد الميليشيات الإيرانية المتواجدة وإلى مسافة قريبة هذا على الظاهر ولكن في خلف الكواليس إبعادها نهائيا وإنهاء دورها في سوريا لذلك نجدها تنتقم وحالة طبيعية ولأعتقد لن تكون الحالة الأولى أو الأخيرة لأن مرست أي انتهاك ضد المدنيين العزل والمهجرين حتى قصريا لإفشال أي مخطط أستاذ توفيق هل تتفق مع ضيوفي بأنها حالة صراع وانتقام أم أنه لديك رأي آخر يعني خليني بالبدأي لو سمحت أن نوزع إجابتي على الشقين الشق الأول بما له علاقة بالصراع أعتقد بأن هذا إغال في القراءة المستقبلية ولكن بالإمكان أن نتحدث عن تباين نعم وبالتالي بالإمكان أن نتحدث لنقل عن التباين أنه الآن القرار السياسي والميداني في سوريا القرار السياسي والميداني بسرعة أساسية يعود للكريملين وبالتحديد للرئيس فلادميك بوتين هذا واضح تماما على الأقل منذ تدخل الروسي المباشر في الأزمة السورية في الثلاثين من أيلول سبتمبر 2015 هذا أمر طبيعي لكن بالنسبة للإيرانيين على ما أعتقد بأنه المسألة الأساسية التي ينطلقون منها من خلال وجودهم أو حضورهم أو مشاركتهم إذا كنت تريد أيضا في الحرب مع حلفائهم أيضا يعني تنطلق من إعادة تنطلق من زاوية إعادة بصد سلطة الدولة السورية كما يقولون على كامل الأراضي السورية ولكن يا سيد توفيق بقطع هذا الطريق ألا ترى بأنه تعدي على سلطة الكريملين الذي كما سبق وذكرت بأنه القرار اليوم يعود للكريملين ولبوتين شخصيا ألا ترى بأن هذا الموضوع أو هذا قطع الطريق باتفاق روسيا هي في شريك أساسي يعني ألا ترى بأنه تحدي لبوتين شخصيا كما ذكرت أنا أعتقد بأنه الذي جرى بصرف النظر عن دقة الأنباء التي أشارت إلى ذلك أنه هذا عمل ميداني بحث مجرد من الأبعاد السياسية أعتقد بأنه هناك نوع من التنسيق على الأقل بين تهران وأقول على المستوى العام بما يجري على الأراضي السورية وتحديدا منذ الغوطة الشرقية والآن الجنوب السوري طيب أستاذ توفيق فقط للأصداء يعني إذا عمل ميداني هل تعتقد أنه هذا العمل الميداني هو بالتنسيق مع روسيا أم أنه يعني روسيا مغيبة عن هذا العمل الميداني تقصدين بالنسبة للقوافل التي ذكرتها لقطع الطريق على القوافل أنا أعتقد أنه مجرد عن الأبعاد السياسية عمل آني لو صح ما جرى وبصرف النظر عن الدقة والتفاصيل والمعلومات الواردة والمتناقضة أقول لو صح ذلك أنه هذا عمل بدون شك مجرد من الأبعاد السياسية بس اسمحي لي أعود إلى ما يجري في الجنوب السوري بدون شك في جنوب السوري الذي يقرر بصورة أساسية أنا قلت قبل قليل القرار الروسي مع التفاهم الأمريكي نحن أمام عودة إلى اتفاقية فصل القوات في العام 1974 يعني لمرحلة ما بعد القرار 338 نعم ما حصل في الجنوب حصل تم الاتفاق وتمت الاتفاقيات وما إلى ذلك أستاذ توفيق يعني اليوم نشهد حالة من التغيير الديمغرافي والتهجير الجديد لأهالينا من الجنوب الذين لم يوافقوا على عودة النظام إلى تلك المناطق واتجهوا إلى الشمال هذه الاتفاقية التي نتحدث عنها اليوم روسيا كما ذكرت والولايات المتحدة هي ضامنة فيها ولكن ميليشيات حزب الله تقوم بقطع الطريق على المهاجرين قصريا إلى الشمال بسبب عدم رغبتهم بهذا الاتفاق أستاذ عبد الوهاب الأستاذ توفيق يرى أنه ما جرى بقطع هذا الطريق هو عمل ميداني فقط بدون أبعاد سياسية هل هو فعلا بدون أبعاد سياسية إن كان كذلك لماذا لم تقم الميليشيات الإيرانية بقطع الطريق أمام المهاجرين من بقية المناطق سواء من الغوطة الشرقية أو القلمون الشرقي أو ريف عمص الشمالي أو حتى ريف درعة الشرقي أو درعة البلد الذين خرجوا منذ فترة لا أعتقد الموضوع حتى بحجته بذريعته وجود المقاتلين جثث القتلى الميليشيات هو مشابه للذي جرى في حلب هناك رسالة احتجاج هناك صراع أجنحة واضح بين روسيا وإيران نعم هناك سقف لهذا الصراع أن إيران لا تستطيع تحويل هذا الصراع إلى صراع عنيف لكن هناك رسائل من خلال ما يجري على الميدان الأمر مرتبط سياسيا له أبعاد سياسية واضحة في الأصل نحن نتحدث عن علاقات إيرانية روسية ليست علاقات استراتيجية متينة إن صح التوصيف الشراكة بين إيران وروسيا شراكة حذرة كما يوصفها المسؤولون الإيرانيون والمسؤولون الروس شراكة حذرة غير استراتيجية بالمعنى الكلي أو التام العلاقات على الأرض ماذا تريد إيران أصلا من هذه رسالة الاحتجاج أنا أعتقد أن الملف الجنوب السوري قامت به روسيا بتجزيئته إلى ثلاث ملفات أو ثلاث تفاهمات تفاهمات ثنائية مع إسرائيل تخص منطقة فك الاشتباك والحدود الإسرائيلية الحدود السورية مع الكيان المحتل أيضا تفاهمات ثنائية مع الأردن وهي تخص أمن الحدود الأردني والأمن الاقتصادي مع الأردن وتفاهمات ثنائية أخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تخص الجوان الجانبين الآخرين بالإضافة إلى قاعة التنف وتوزيع القوات السورية الأمريكية الروسية في سوريا قاعدة التنف بالنسبة للإيرانيين هي ملف مهم جدا وقد نوه عليه وليد المعلم قبل بدء معركة الجنوب السوري وأنا أعتقد أن وليد المعلم كان ينطق باسم إيران قال إن لا يمكن الحديث عن تفاهم في الجنوب السوري دون حل ملف قعدة التنف أو ثكنة التنف العسكرية المنطقة 55 كما تعرف إيران أعتقد أنها تريد توجيه رسالة من الميدان رسالة احتجاج إلى الروس بأنه يجب الالتزام بالتعهدات إزاء التفاهمات التي لا ندري في الأصل ما هي لكن أنا أعتقد أنها تضمن سواء ملفات داخلية تبادلت يعني إيران سحبت من الجنوب مقابل شيء آخر سواء الشيء الآخر ربما يكون في قاعدة التنف الطريق الدولي الذي تريد إيران وصله من طهران إلى بيروت أو ملفات أخرى تتعلق بأمن النظام السوري يعني أستاذ عبد الوهاب أنت تراها رسالة احتجاج إلى روسيا أستاذ أحمد هل تراها رسالة احتجاج أم أنك تراها حالة من الانفلات الأمني لهذه الميليشيات اليوم يعني تفقد عنها السيطرة كل ميليشيا إن كانت عراقية أو لبنانية متواجدة على الأراضي السورية تقوم بقطع طرقات بطريقتها تطالب بمطالبات خارج الاتفاقيات وحالة من الانفلات العامة صحيح بكل تأكيد أستاذ إحلام كلامك يعني صحيح في المئة هي حالة من الانفلات الأمني إن كان في أطراف العاصمة أو حتى في قلب العاصمة وانتشارتك الحواجز ومكان وجودهم في أي مكان يتم تجير المدنيين منه قصريا ويتواجد فيه تلك الميليشيات والعصابات والمرتزقة ودولة الإرهاب العابرة للحدود فإنها تخلق نوع من الفوضى والعبث وحالة الانفلات الأمني اسمحي لي فقط أن أعقب على ضيفك في بيروت الذي أشار أنه يبرر أن أستغرم من تبريره لتلك الميليشيات وتلك العصابات بأنه هناك تنسيق وأن هذا العمل عمل ميداني لو كان هناك تنسيق هي نسقت بالفعل مع قوات النظام حضرت وحضرت القافلات وطردت قوات النظام وحلت مكانهم وبالتالي لو كان هناك تنسيق ما بينهما بين روسيا وبحسب الشهود ومن كان متواجد في القوافل أتى الطرف الروسي وكان هناك خلاف بين الطرفين بين تلك الميليشيات وبين الطرف الروسي فعن أي تنسيق يتحدث وعن أي عمل ميداني هناك اتفاق بأن عملية تهجير تم تهجيرهم من المنطقة الجنوبية باتجاه الشمال السوري وسبقتها عدة قوافل لماذا اليوم في هذا الوقت بالذات إذن نحن أمام حالة من الانفلات الأمني أضيف إلى ذلك بأن تلك الميليشيات تحاول أن تقول أيضا على الأرض أو عن طريق إيران إضافة لحالة الانفلات الأمني أيضا هناك رسائل بأن تلك الميليشيات تشكل لإيران قوة عسكرية وسياسية وهي حاضرة في الميدان فأي تجاوز لتلك يعني تجاوز لإيران فأن الميليشيات حاضرة في المرصاد فرسائل إضافة لحالة من الفلتان الأمني نشاهدها وستستمر إذا لم يكن هناك أي موقف أو تصاعد الخلاف إلى السطح وطفوه على السطح وعدم بقاء وخلف الكواليس وخاصة من الجنب الروسي وأمريكا وحتى إسرائيل لأنه كما أشهرت لك أن شهر العسل في نهايته وأنا أظن بأن تلك الأمور ستصاعد من حدة الخلاف ما بين الطرف الروسي والطرف الإيراني في حال استمرت في عرقلة الاتفاقيات التي تكون فيها روسيا طرف باعتبارها أيضا هي متوجهة على الأرض وباعتبارها أيضا صاحبة القرار والكلمة أستاذ توفيقي إن كان كما ذكرت ولا يتفق ضيوفي معك بهذا الموضوع أنه هو عمل ميداني وليس له أبعاد سياسية ألا ترى أن هذا العمل الميداني البعيد عن التنسيق مع ميليشيات أساد وأيضا مع الاحتلال الروسي على الأرض في تلك المنطقة ألا ترى بأنه كعمل ميداني يعني يظهر هذه الميليشيات بأنها خارج السيطرة يعني يعرف الزميلان الكريمان من غازع انتاب ومن اسطنبول على سبيل المثال عندما في حلب على سبيل المثال جرى مثل هذا الأمر يعني بعد فسائل المعارضة كانت تعترض الطريق يعني طريق النازحين من بعض القرى وأيضا الفسائل الموالية للدولة السورية قالوا النظام السوري أيضا كانت تعترض النازحين أيضا من القرى أو الأحياء أو البلدات يعني هذه المواضيع غير دقيقة أستاذ توفيق لأنه اليوم يعني هذه ميليشيات لحزب الله الفسائل على الأرض لم تعرقل أي حالات من التهجير كما شاهدنا على أقل تقدير في كفريا والفوع ولكن كان هناك حالات من التسهيب صحيح بس أنا يعني أنا أدري يعني أعود يعني أربط بعض العناصر ببعضها البعض لي أقول بأنه هذا أمر طبيعي وإن لم يكن منطقي بس يعني أنا يعني أرجو يعني أخذ بعض المعنى وأبعاد المعنى في حالة الطوارئ يحدث مثل هذا الأمر أنا قلت ولكن لا أبرر الذي جرى ولكني أعود وأكتب ولكن أستاذ توفيق في سياق الحالة الطبيعية يكون هذا الموضوع بين الأطراف على أقل اللي هي مشتركة في هذا الاتفاق إن كان في عرقلة من قبل ميليشيات أسد أو من الروس أو من قبل الفصائل على الأرض حالة من التأخير ولكن الحالة الغير طبيعية في هذا الموضوع شخص بعيد عن هذا الاتفاق يقوم بقطع الطريق على هذا الاتفاق ألا ترى بأنه تحدي لكل الأطراف الأخرى الموجودة خصوصا أنه الإيرانيين وحزب الله هم ليسوا جزء من هذا الاتفاق بس هم لم يعترضوا على الاتفاق أو لنقل على التفاهم لم نسمع ولم نقرأ ولا أعرف بحسب معلوماتي أن هناك اعتراضا على التفاهم الذي جرت في المحافظات الثلاثة الجنوب السورية ألا ترى هذه العرقلة والمطالبة بجثث لقتلاهم بعد ما أنه تم الاتفاق هو محاولة لعرقلة هذا الاتفاق وخصوصا أنه ليس بالتنسيق مع باقي الأطراف الاتفاق سيدتي هو أكبر من القوى المحلية والمتحالفة على الأرض السورية هو اتفاق من فوق اتفاق بين الكريملين والبيت الأبيض لنضع الأمور أيضا في نصابها الاتفاق أكبر بكثير من الأطراف الإقليمية والمحلية إن كان على المستوى السوري أو على المستوى الإقليمي بصورة عامة لذلك لا أظن بأن أي طرف إقليمي أو أي طرف محلي إن كان على المستوى السوري أو على المستوى الإقليمي على المستوى الشرق الأوسط كله بإمكانه أن يعرقل اتفاقا أو تفاهما روسيا أمريكيا أعتقد بأن هذه النقطة يجب أيضا أن نضعها في سياقها الطبيعي عندما نقرأ التحولات السياسية والميدانية والأمنية الجارية في الجنوب السوري أنا قلت قبل قليل أن التفاهم يقوم على معادلة إعادة تطبيع الأوضاع مع اتفاقية فصل القوات وبالتالي بعد مرحلة حرب أكتوبا تشين الأول ألسامين وتتاوسبعين هذا الذي يتم العمل عليه هلأ يحدث هنا نتوء يحدث هنا ثغرة يحدث هنا عمل معين لذلك أنا قلت أمر طبيعي ولكن كل هذا لن يؤثر على اتفاق العامة نتساءل ما هو دور إيران اليوم بإرسال ميليشياتها لقطع الطريق على المهجرين بما أنه هو هذا الاتفاق أكبر من إيران وأكبر من هذه الميليشيات وليس لها أي يد فيها ماذا تفعل هذه الميليشيات على الطريق بأمر من؟ وهل هي تسعى لتحدي الدول الكبرى بقطعها للطريق على المدنيين المهجرين إلى الشمال السوري؟ يعني تدركين سيدتي بأن وجود الوجود الإيراني ووجود حلفاء إيران في الأرض السورية هو بالتنصيق مع الدولة السورية وأعتقد ليس فقط الطرف السوري الرسمي يقول ذلك بل أنه حتى الروس يقولون ذلك حتى عندما يتم الحديث عن خروج حلفاء إيران من الأراضي السورية إنما سوف يتم هذا وفق ما يقوله الروس أيضا بالتنصيق مع الدولة السورية بصرف النظر عن أي تحليل آخر هؤلاء موجودون ربما البعض لا يعترف بالدولة السورية ربما البعض لا يعترف بالجيش السوري ربما البعض يتهم من هنا أو هناك بس أنه على الأقل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي ما زارت الدولة السورية القائمة هي المعترف بها إقليميا ودوليا كان وضحت الفكرة على صفحة هنا سوريا على الفيسبوك طرحنا استطلاع لليوم كان السؤال هل باتت الميليشيات الإيرانية غير مكترثة بسلطة النظام وروسيا أيضا كانت الإجابات هي 94% نعم 6% يروا بأنه لا أعود للأستاذ عبد الوهاب عاصي بداية تعليقك على الاستطلاع وعلى إيجابته هل فعلا باتت الميليشيات الإيرانية غير مكترثة بالنظام ولا حتى بروسيا البداية لم تكن مكترثة بالنظام السوري وفي الأصل تولت الميليشيات الإيرانية المهمة الرئيسية في قتال الفصائل بدلا من جيش النظام السوري الذي لم يستطع أو لم يصمد إلى أبعد من سنة واحدة في مواجهة الفصائل الثوار الذين استطاعوا تفكيق قوة هذا الجيش الذي لم يكن قادرا فلا على المواجهة الميليشيات الإيرانية التي استجابتها إيران أيضا كانت قوتها محدودة حتى عام 2015 حينما أتت روسيا لمساندتها جويا ولولا هذه المساندة وتلك المساندة لم تكن هذه الميليشيات قادرة في الأصل على تحقيق إنجاز ميداني إضافي لإنجازها السبق بل كانت الفصائل الثوار لتدحرها وتعيدها وتفككها مثل ما كانت لتفكك جيش النظام السوري أو تدحره على أقل تقدير هذه الميليشيات لا تستطيع أن أعتقد برأي الخروج عن الإطار الروسي العام هي تستطيع فقط عرقلة إن صح التوصيف توجيه رسائل أكثر من ذلك لا تستطيع لأن روسيا أصبحت الآمر الناهي في سوريا هذا واقع أما على الأرض تستطيع إيران عبر الميليشيات العرقلة فقط أريد أن أعقب على ضيفك على مقاله استشهد في ميتان حلب ميتان حلب صار في تاريخ 13 كانون الأول في عام 2016 وجهت روسيا رسالة عبر وزارة الدفاع الروسية رسالة واضحة وشديدة اللهجة لإيران حينما تمت العرقلة لمهجر حلب قالت إن عدم الالتزام بالاتفاق سيعرض جميع الأطراف لضربات روسية مباشرة هذا تهديد روسي واضح حينها لإيران كان يعني الأمر ليس مجرد ما ذكره ضيفك الكريم بأنه حالة ميدانية ليس لها أبعاد سياسية على العكس من أبعاد سياسية واضحة والأمر لا أعتقد كما ذكر أستاذ أحمد هل تعتقد أنه سنرى حالات من التجاوزات الإيرانية أكثر في المستقبل بسبب غياب السيطرة عليها وانفلات الأمور نعم بالفعل سنرى الكثير من المحاولات العرقلة من قبل تلك الميليشيات وهذه العصابات المرتزقة بأوامر طبعا من الدعم الرئيسي إيران لتلك الميليشيات ولن يقف الأمر عند هذا الحد إيران تحاول تلك الميليشيات فرضها أمر واقع وورقة بيدها من أجل المناورة فيها سياسيا وميدانيا خاصة بعد الأضواء المسلطة عليها بضرورة انسحابها وسحب قواتها من الأراضي السورية ومن الجنوب وتأمين حدود إسرائيل وهذا الأمر روسيا بالفعل ستتماهى وتتماشى مع الموقف الإسرائيل ومع الموقف الأمريكي تجاه تلك الميليشيات بينما تلك الميليشيات وإيران من خلفها داعمة لها لن تقبل بهذا الأمر ستستمر في هذه العرقلة وهذا الأمر سينقلب بالنهاية عليها وسينقلب السحر على السحر وسنكون فعلا أمام تصعيد لكن في النهاية أظن سيتم وضع حد وسن سيتم لجم وتقليم أضافر تلك الميليشيات على الأرض السورية خاصة في ظل أنه لو أردنا أن نتطرق قليلا لموضوع نظام الأسد نظام الأسد اليوم بات مسلوب القرار بات ليس له أي إيرادة سياسية لاتخاذ أي قرار وهو دميا بيد الروسي والإيراني وهذه ورقة أيضا بيد الإيرانيين التحكم برأس النظام بشار الأسد ما يعطيها الضوء الأخضر للتحرك بمثل تلك العمليات التي تقوم بها على الأرض واعتراض قوارك المهجني قصريا شكرا جزيلا لك أحمد زكريا الكاتب الصحفي كنت معنا من إسطنبول أيضا شكر موصول الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان كان معنا من بيروت ومن غازي عنتاب للباحث السياسي عبد الوهاب عصي شكرا لكم فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا شكرا لكم